أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من تفسير سورة القصص والأخير قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة نعمة الليل ونعمة النهار فإذا جاء الليل أعقبه النهار وإذا جاء النهار أعقبه الليل فلو أن الليل استمر أبد الآباد على العباد لملوا ولتعطلت مصالحهم واختلت أمور حياتهم وكذلك لو أن النهار استمر طول الوقت لتعب الناس وتكدرت حياتهم ولهذا قال الله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار فهو آية وقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حذيثا وقال يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وخصّ سبحانه النهار فقال قل أرأيتهم جعل الله عليكم النهار وقال جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة خصّ النهار بذكر البصر لأن البصر في النهار له سلطان قوي سلطان البصر قوي والليل سلطان السمع قوي حين أنت بالليل تسمع أكثر مما تبصر وبالنهار عكس تبصر أكثر مما تسمع وطبّق هذا في حياتك تراه واضحا جليا إذا طلعت برحلة بلبر صرت بعيدة عن الأجواء أظلم الليل تسمع لي من مسافات بعيدة وكنت بالنهار ما ترى إلا مكان قريب لأن سلطان الليل السمع وسلطان النهار البصر انظر بما ختمت الآية تدرك الآية الأولى لماذا ختمت بقول يا فلا تسمعون لأنه ليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة خلاص كان لأن تعيش بالليل ما هو سلطان الليلة القوي السمع لهذا قال أفلا تسمعون هذا تنفع الحفاظ حتى ما يغلط الختام الآية الثاني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما أبد الأباد أنت الآن في النهار أيهما أقوى بالنهار السمع للبصر البصر لهذا قال أفلا تبصرون ثم قال ومن رحمته سبحانه وتعالى جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تسكنوا وين في الليل قال الله جل وعلا وجعل الليلة سكن وجعل الليلة سكن وقال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا فالنهار هو وقت السفر والذهاب والمجيء والسعي والحركة الليل في الغالب السكون وإذا حاول أحد أن يقلب سنة الله يجعل الليل النهار والنهار الليل لا تستقر رموره ولا تهدأ حياته ولو جلس شهر شهرين يتعب حتى ونفسيا وجسميا لأنه خالف آية من آية الله خالف سنة حتى لو ثبت الآن بالعلم الحديث أن جسم الإنسان فيه خلايا ما تسكن إلا بالليل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون يوم يناديهم ينادي المشركين وهذا تكرار يعني هذا كرر الله جل وعليهم هذا التقريع والتوبيخ مرة أخرى طبعا مع اختلاف الحالين لأنهم مرة ينادون فيدعون الأصنام وينادون أخرى فيسكتون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدة نزعنا يعني أخرجنا من كل أمة من الأمم شهيدا يشهد عليهم وهم الأنبياء وكل عدول من الأمة يشهدون فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ثم بيّن الله جل جلاله ما يقوله لكل أمة من الأمم بقوله فقلنا هاتوا برهانكم قلنا هاتوا برهانكم هاتوا دليلكم هاتوا ما عندكم أين ما استدللتم به ما الذي جعلكم تشركون بالله ما الذي جعلكم تجعلون مع الله آلهة أخرى هاتوا برهانكم كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قلنا هاتوا فقلنا هاتوا برهانكم أين حججكم أين أدلتكم أن مع الله شريكا تعالى الله عن ذلك فعند ذلك اعترفوا وخرسوا ما استطاعوا نقيم الحج قال الله فعلموا أن الحق لله في الإلهية والربوبية حق أنه هو جل وعلا واحد في ألوهيته واحد في روبوبيته واحد في أسماء وصفاته وظل عنهم ما كانوا يفترون يعني غاب عنهم وبطل ما ذهبوا إليه ما كانوا يختلقونه من الكذب في الدنيا بأن لله شريكا ثم عقب الله جل وعلا بقصة عجيبة لم تذكر إلا في هذا الموضع من القرآن وهي قصة طبعا قوله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدة يعني أحضرنا من كل جماعة شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابت به أمته ثم جاءت القصة قصة قارون قال الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى قال الطبري من عشيرة موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه لأبيه وأمه كذا نسب ابن جريج وأكثر أهل العلم على ذلك إن قارون كان من قوم موسى من جماعته قيل ابن عمه قارون هذا أعطاه الله جل وعلا من أصناف المال شيئا عجبا ويكفي وصف الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فبغى عليهم جاوز الحد في التجبر والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله استخفى ببني إسرائيل لكثرة ماله وولده ونسب ما أعطاه الله من المال والولد لعلمه وحيلته وذكائه فبغى عليهم ودائما الباغي يكون بغيه على على نفسه قال الله تعالى إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وآتيناه من الكنوز جمع كنز وهو المال المدخر ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه جمع مفتاح المفاتح جمع مفتح جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به وقيل المراد بالمفاتح الخزائل فيكون إذا كانت الخزائل يكون مفتح ما إن مفاتحه والظاهر لا أعلم أنه المقصود بل مفاتح هذه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني الجماعة من الناس الجماعة من الناس إذا أرادوا أن يحبلوا مفاتح قارون ما استطاعوا طيب فكيف بالخزائل إذا كانت المفاتح الآن تنوء بالعصبة بالجماعة من الناس ما يستطيعون حملها فكيف بالخزائل إنها أعظم وأعظم لأن كل مفتاح يفتح خزينة والخزينة فيها الشيء الكثير من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة يعني تنوء يعني تثقلهم يقال ناء بحمله إذا نهض به مثقلا يعني يثقلهم حمل المفاتح إذ قال له قوم ولا تفرح نصحوه قالوا لا تفرح يعني لا تفرح بالدنيا لا تفرح بالمال فرحا يغني يطغيك وينسيك عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا تفرح فرحا يبطرك لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين لا تفرح يعني فرحوا كهذا دائما سبحان الله الفرح إذا زاد صار بطرا وأشرا عوقب صاحبه فهم نهوه عن الفرح يعني نهوه عن البطر والأشر يقول بعض السلف ما فرح أحد بالدنيا لذات الدنيا إلا نزع بمقدار فرحه من خوف الآخرة ينزع من قلبه بمقدار خوفه من الآخرة يعني كأن الدنيا والآخرة إذا فرح بالدنيا أكثر نزع بمقدار هذا الفرح من خوفه من الآخرة وإذا ما خاف من الآخرة ما قدم لنفسي أعمالا صالحة إن الله لا يحب الفرحين فهم نهوه عن البغي ونهوه عن الطغيان والأشر والبطر ومنع حق المال وابتغي يا قارون فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني أطلب فيما أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة فأنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى ابتغي الدار الآخرة ابذل من مالك شيء تجد عند الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال ابن عباس يعني لا تنسى أن تعمل في هذه الدنيا لآخرتك لا تنسى أن تعمل فيها لآخرتك طبعا الناس يأتون بالآية يستدلون بها على أن الإنسان يطلب يطلب الدنيا يقولون أن الله يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا وهذا طبعا لا أحد التفسيرين لكن ابن عباس يقول معنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني أن تعمل فيها لآخرتك يعني لا تنسى نصيبك من العمل الصالح أن تعمله في الدنيا قبل الآخرة لألا ترد القيامة مفلسا الناس عندهم أعمال وأنت لا تنسى نصيبك من الدنيا قال الطبري وَلَا تَتْرُكَ نَصِيبَكَ وَحَظَّكَ من الدنيا أن تأخذ فيها بنصيبك من الآخرة فتعمل فيه بما ينجيك غدا من عقاب الله وقال القرطبي قال ابن عباس والجمهور لا تضيِّع عمرك في أن لا تعمل عملا صالحا في دنياك إذ الآخرة إنما يُعمل لها فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة الكلام على هذا التفسير إنهم زادوا في الموعظة شدوا عليه في الموعظة قالوا لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تهمل نفسك تضيِّع نفسك تخرج من الدنيا وأنت لم تقدِّم عملا صالحا اعمل في الدنيا عملا صالحا لآخرتك قال ابن العربي المالكي وأبدع ما فيه عندي قول قتادة ولا تنسى نصيبك الحلال فهو نصيبك من الدنيا ويا ما أحسن هذا ولا تنسى نصيبك الحلال فهو نصيبك من الدنيا يعني كانوا مقسمون مالية قارون إلى قسمين قسم حلال وهو قليل والقسم الآخر حرام يقول لا تنسى نصيبك الحلال هذا هو نصيبك من الدنيا تمتع به أو أنك تمتع من الدنيا بنصيبك الحلال لكن لا تتجاوز إلى الحرام ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن طبعا القول الثاني هذا قول ولا تنسى نصيبك من الدنيا هو أن يعمل في دنياه لآخرة عملا صالحا أو لا تنسى حظك من الدنيا أنك تتمتع بالحلال قال الحسن وقتادة معناه لا تضيح حظك من الدنياك أنك تتمتع بالحلال وتطلبه وكأن الشوكاني قال إن هذا ألصق بمعنى النظم القرآني يقول أقرب إلى هذا إنه معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني نحن لا نقول لك لا اترك الدنيا طلق الدنيا نحن نقول تمتع بالدنيا بالحلال لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن لا تتجاوز إلى الحرام وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم عليك من نعيم الدنيا أطع الله جل وعلا وأحسن إلى عباد الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما سألوا جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك ولا تبغي الفساد في الأرض لا تعمل فيها بمعصية الله إن الله لا يحب المفسدين يعني في الأرض بماذا أجاب قارون قال إنما أتيته على علم عندي يعني قال هذه المقالة رد على من نصحه ووعظه قال أنا أصلاً أعطيت هذا المال لأجل علمي على علم عندي يقول ابن القيم رحمه الله احذر ثلاث كلمات ابتلي بها ثلاث طوغات الطواغيت أنا وعندي ولي أنا ابتلي بها إبليس فقال أنا خير منه ولي ابتلي بها فرعون قال أليس لي ملك مصر وعندي ابتلي بها قارون فقال إنما أتيته على علم عندي يقول وأحسن ما تضع هذه الكلمات الثلاثة أو هذه العبارات الثلاثة أن تقول أنا العبد المسيء أنا الظلوم لنفسي اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي كما قال الناصح الأمين رسول الله وخليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتذكرون حديث الثلاثة الذي ثبت في الصحيحين قصة الأقرع والأبرص والأعمى الأبرص والأقرع شكروا النعم ولا كفروها كفروا النعمة كل واحد منهم يقول مردت هذا المال كابر عن كابر فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله على ما كنت الأعمى قال صدقت خذ ما شئت فوالله ما شئت فوالله لا خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك لأن الأقرع والأبرص كل واحد منهم يقول كفر نعمة الله يقول هذا المال عندي لأن ورثت من كذا وكذا فقال الله لما قال قارون موتيت على علم عندي قال الله جل وعلا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا المراد بالقرون الأمم الخالية أكثر منه قوة مثل من عاد عاد وأكثر جمعا للمال فلو كان المال والقوة يدلان على فضيلة أحد من الناس لما أهلك الله أصحاب القوة والأموال في القرون الخالية وهذا الكلام تقريع وتوبيخ لقارون لأنه كما يقال قد قرأ التوراه وعنده علم عنده علم بإهلاك الأمم السابقة لكن ما نفعه علمه ونعوذ بالله من علم لا ينفع تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إن يعوذ بك من علم لا ينفع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسألون لا يسألون سؤال استعتاب كما قال تعالى ولا هم يستعتبون وما هم من المعتبين إنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع كما قال تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال مجاهد لا تسأل الملائكة غداً عن المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون كما قال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقيل لا يسأل مجرم هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية لا يسأل مجرم هذه الأمة عن الأمم الخالية لا يسألون عن الأمم الخالية وهل تستطيع أن تدرك يعني تستطيع إذا تأمل تدرك الفرق العظيم الآن انظر إلى عباد الله الصالحين مر علينا من عباد الله الصالحين من أوتي مالاً وخدماً وحشماً وقوةً وسخر له الجن والإنس والطير وملك عظيم مثل سليمان عليه السلام فلما رآه مستقراً عنده ألو عرش بلقيس كما سبق معنا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وقارون في المقابل يقول إنما أوتيت على علم عندي فهنا ذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل رحمه الله السليمان بن داود وما أوتي من الملك ثم قرأ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ولم يقل هذا من كرامتي على ربي ثم ذكر قارون وأنه قال إنما أوتيت على علم من عندي يعني سليمان رأى أن هذا من فضل الله وقارون رأى أن هذا من عندي نفسه فلما قال قارون هذه المقالة قال الله ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوةً وأكثر جمعًا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال الله فخرج على قومه في زينته خرج في أبها وجماله يتبختر ويتكبر وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي مرجل رأسه تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة يعني يغوص وينزل وقال عليه الصلاة والسلام لا أدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رده ودفعه على قائله وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم وتنقصهم كما جرى من قارون فبغى عليهم إنما أتيت على علم عندي فخرج على قومه في زينته خرج مختالًا متكبرًا متبخترًا ولشك إنه زينة هذه والشكل يبهر بعض الناس ولهذا تمنى بعض الناظرين إليه يكون مثل حالهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا ويريدون زينة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظًا عظيم يعني إنه صاحب نصيب وافر من الدنيا هل من قال بهذه المقالة هم من المؤمنين في ذلك الوقت أو هم من الكفار قيل بهذا وقيل بهذا لكن الذين أوتوا العلم نصحوهم وهم الأحبار من بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا وي لكم ثواب الله خير لمن آمن والعجيب إنه يقع عندنا نحن الآن في مجتمعاتنا وناس يتمنون أحيانا لو ما تمنى بلسانه ربما خطر عند بعض الناس بقلبه إذا رأى مسكناً فارهاً وواسعاً مسكناً قصراً منيفاً مشيداً تمنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عكس هذا تماماً كان إذا رأى شيئاً من متاع الدنيا قال لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما في الصحيح كان إذا رأى شيئاً من متاع الدنيا قال لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وفي آخر سورة طاها قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قال لنفتنهم فيه فهنا قارون لو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضا الله سبحانه وتعالى عمن آتاه ذلك ويدل على شرف هذا الشخص الذي أوتي وعلو منزلته لما أهلك الله جل وعلا قارون ومن قبله فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبستته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاءً وفتنة لا محبةً ورضاء واصطفاءً لهم على غيرهم ولهذا جاء في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فلا تغبط أهل الدنيا على دنياهم اغبط من من الله عليه بالإيمان والقرآن ولهذا قال البخاري باب اغتباط صاحب القرآن به ثم أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يقروه أناء الليل وأطراف النهار وفي هذا الباب أحاديث بهذا المعنى في بعض الأحاديث ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها هذا الذي يغبط غبطه أما تمني الدنيا فالدنيا أصلاً زائلة وما على الدنيا فهو زائل ولهذا نصحهم أهل العلم وفي هذا دليل على فضل أهل العلم العاملين بعلمهم وأنهم أمان للمجتمع بإذن الله وأنهم هم الذين يذكرون الناس ويبينون لهم حقارة الدنيا ومكانة الآخرة ومنزلة الآخرة وقيمة العمل الصالح وأن الإنسان يغبط على ما عنده من علم وإيمان ولا يغبط على ما عنده من جاه ومال لأن الأول يبقى والثاني يفنى قال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ثواب الآخرة خير ما تمنون ومر عليكم قول السليمان للرجل الفلاح لما مر سليمان ومعه الطير والجن والإنس والخدم ومر بفلاح مزارع فقال هذا المزارع لقد أوتي سليمان ملكاً عظيماً فسمع سليمان ورجع وقال تسبيحة واحدة في صحيفة حسناتك خير من ملك سليمان ملك سليمان يفنى والتسبيحة تبقى والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني من الدنيا بذهبها وفضتها وقصورها وحبورها وَيْلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لَا تَتَمَنَّوا الْعَرَضَ الزَّائِلِ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ يعني ما يلقى هذه الكلمة التي تتكلم بها الأحبار وقيل إنه يعود إلى الأعمال الصالحة أو إلى الجنة إلا الصابرون على طاعة الله الذين يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله ويصبرون على أقدار الله المؤلمة قال الله فخسفنا به وبداره الأرض هذه النتيجة خسف الله به وبداره الأرض يعني ذهبت الأرض انفتحت الأرض وابتلعت قارون وابتلعت خزائنه وأمواله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ما كانوا جماعة يدفعون عنه العذاب وما كان هو في نفسه من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس بالأمس القريب كم من إنسان يغبط شخصا مرموقا يغبطه يقول فلان إنه لذو حظ عظيم بعد لحظات يقول يا ليتني الحمد لله لن لست مكانه ومن نظر وأبصر اعتبر كم من إنسان يغبط شخص ثم يقول يا ليتني مكانه ثم بعد ما يغير الله على هذا الإنسان من عز إلى ذل من حياة إلى موت من رفعة إلى ذلة من جاه ومكانه إلى نكبة يقول الحمد لله لست مكانه ولهذا أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولوا ويك أن الله ويك أن الله معناه ألم ترى يا هذا ألم ترى يا هذا أن الله يبسط الرزق ألم ترى أن الله يبسط الرزق يعني يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق وقيل إن وي كلمة تعجب يقال ويك وقيل إن القوم تنبهوا فقالوا وي والمتند من العرب يقول في خلال ندبه وي وي فتكون كلمة تعجب وقد تدخل وي على كأن المخففة والمشددة وي كأن الله أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو لا أمن الله علينا لخسف بنا وي وي كأنه لا يفلح الكافرون وقيل إن وقال الكسائي إنها كلمة تفجع هذه كلمة تفجع وقال بعض أهل اللغة معنى وي كأن الله اعلم أن الله اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اعلم أن الله لا يفلح الكافرون ثم قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا الآخرة نجعلها لعباد الله المتقين للمؤمنين الذين يعملون بطاعة الله ولا يطلبون الافساد في الأرض ومعصية الله ولا يتطاولون على عباد الله والعاقبة للمتقين فلهم العاقبة الحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها إن الله يجازيب كم بعشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إلا مثل ما كانوا يعملون ثم قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد هنا انتقل الخطاب إلى مخاطبة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد ما المراد بالمعاد جمهور المفسرين يقولون لرادك إلى مكة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج مكة ويحبها وقيل لرادك إلى معاد يعني لرادك إلى يوم القيامة وقيل لرادك إلى معاد يعني إلى الجنة وقيل لرادك إلى معاد يعني إلى الموت والواقع أنه إذا قيل يوم القيامة شمل الموت وشمل الجنة لأنه يوم القيامة ما فيه إلا جنة ونار ورسول الله في الجنة قطعا إن الذي أنزل عليك القرآن فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أو إلى مكة البلد الذي أخرجت منه وقد فعل رد الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مكة فدخل مكة البلد الذي أخرج منه بعد ثمان سنوات فاتحا منصورا حامدا لله ورفع فيها راية التوحيد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنك في ضلال مبين والمراد من جاء بالهدى من هو من هو اللي جاء بالهدى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من هو اللي في ضلال مبين المشركون وما كنت يا محمد ترجو أن يلقى إليك الكتاب ما كنت ترجو أن نرسلك إلى العباد وننزل عليك القرآن لأن الرسالة والنبوة ما تؤخذ بالكسب هذه فضل من الله سبحانه وتعالى ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك هذا استثناء منقطع لكن رحمة من ربك الله جل وعلا أنزل عليك الكتاب وبعثك رسولا فلا تكونن ظهيرا للكافرين عونا لهم وهذا تعريض بغيره وإن له معصوم صلى الله عليه وسلم من يكون ظهيرا ومعينا ومواليا للكافرين ثم قال تعالى ولا يصدنك أي لا يصدنك يا محمد هؤلاء الكافرون بأقوالهم وكذبهم وافترائهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزلها الله عليك وادع إلى ربك إلى دينه وإلى توحيده وإلى العمل بفرائضه ولا تكونن من المشركين وهذا فيه تعريض بغيره كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقد عصمه الله من الشرك ولا تدعو مع الله إلها آخر وهذا أيضا تعريض بغيره لا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه لا إله إلا هو لا معبود حق غيره كل شيء من الأشياء كل شيء من الأشياء كائنا ما كان هالك وذاهب وزائل كل شيء هالك إلا وجهه وأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل قال تعالى وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى وَالَّذِينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الثلاثة الذين أواهموا المبيت إلى الغار كل واحد منهم قال اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا وجرت على ذلك ولهذا قال إمام الأئمة بن خزيمة في كتاب التوحيد قال بعد أن أورد الأدلة قال فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز واتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقرذ بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عن عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين ومثل ذلك قال بن منده وغيرهم من أهل العلم فأهل السن والجماعة يثبتون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته البخاري قال في صحيحه كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه وقال إلا ما أريد به وجهه وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة والله عز وجل عليه فلا يهلك ولا يبيد وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه فذلك أن الله سبحانه أنزل كل من عليها فان وقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر الله عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك يعني ميت إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت انتهى كلامه ولهذا الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهنا قال له الحكم وإليه ترجعون وسبق هذا أنه سبحانه وتعالى له الحكم وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة